السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبركة على سيدنا محمد النهاردة هنعمل أو معنا حاجة خفيفة بسيطة مش هتاخد وقت معنا خالص بس بتساعدنا في أكلات التواجن بالزيت هنعمل صوص البشاميل أو صلصة البشاميل أو الصلصة البيضاء هتكون موفرة جدا هنعملها باللبن المجفف أو اللبن البودرة حاجة كده سهلة وسريعة طريقتها نكحة جدا قوامها بيطلع كريمي الأحلى في الموضوع أن هي منجزة جدا وسريعة وحلو قوي لو أول مرة تشوفني دي قناتي قناة حياة دالي اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد بمجرد ما أنا بنزله نبدأ ببسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أول حاجة على النار هحط أو المهم في الموضوع كله أن تبقى السمنة قد دي أو الزبدة أو الزيت أو أي مادة دهنية أنت حابة تعملي بيها هنا حطيت معلقتين سمنة عليهم معلقتين دي لما بيتحطوا على بعض هخلطهم حلو قوي بالويسك عشان يبقى خليط كريمي أنا مش محتاجا يبقى مكلكع هقلب حلو قوي وبسرعة زي ما أنتوا شايفين كده بالويسك عشان ما يكلكعش معي هسيبه شوية عشان الدقيق يستوي بس خد يبالك إيه وعد دقيق ياخد لون لحسن طعمه وهيبقى مش حلو تقلبتين ثلاثة هنزل بيهم باللبن أو هنزل عليهم باللبن البودرة اللبن هنزل بيه مرة واحدة بسرعة وقلب بالمضرب السلك هتلاقي الدقيق كله دي بمعاكي طبعا هنا موطية النار لحد ما الدقيق يعني يسيح معي أو يختفي كده وبعد كده هبتدي أن أعلي النار عادي خالص طب أحط إزاي بقى اللبن البودرة على كل كبية مية معلقة ونص لبن بودرة أو معلقة كبيرة لبن بودرة تمام كده لما يبتدي يدوب معي هبتدي أن أنا أضيف البوهرات بس أتأكد الأول أن هو دب معي طريقة حلوة وما خدتش وقت خالص معي أول حاجة في البوهرات هتبتدي تحطي الفلفل السود أو الأبيض لو أنت مش حبة يعني أن البشاميل يتحط عليه نقطة سودة كده فحطي الفلفل الأبيض وما ننساش الملح مع التقليب طبعا المستمر واللي هيطعمني بقى صلصة البشاميل أو اللي هيخلي بقى يعني طعمها خرافة حلوة قوي رشة توم بودر أنا بحط رشة خفيفة كده زي ما أنتوا شايفينها بتديها نكهة وريحة فظيعة بجد حلوة قوي ممكن كمان نضيف رشة جوزة الطيب أو ممكن في ناس بتحط مرأة مكعب مرأة ممكن بقى تزويدي جبن أشطا جبن كيري جبن مسلسات موزاريلا توركي اللي انت حبة الإضافة اللي انت حبة أن ينتضي فيها ممكن تحطيها كل ده بيدلها طعم حلو قوي آخر حاجة هقدر أقولها لكم لو حسيتوا أن القوان بتاعه تقل آآ ممكن تزويدي مية أو شربة على حسب أنت حبة إيه مع التقليب طبعا النار بتبقى عالية أول ما تحسني أن القوان بتاعه تقل أو بقى يعني هو أساسي يكون كريمي آآ إن هو بقى حلو معاكي كده ما يبقاش مية قوي ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي اللي هو في الوسط طفي النار عليه واستخدميه بقى الاستخدامات اللي انت حباها صلصة البشاميل أو صلصة البشاميل أو الصلصة البيضة آآ موفر جدا وحلو قوي ما خدش وقت معنا إضافاته كتير قوي على تواجن صدق أو مكرونة بشاميل برحتك خالص بلس أتمنى الوصفة لو عجبتكم تعملوا لايك وشيروا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد بمجرد ما أنا بنزله استنوني في وصفة جديدة أو حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة